نروح لأخبار طبعاً فريق كرة السلة الفريق الأول رجال الحقيقة اللي طبعاً احتل صدرت مجموعته في ترتيب دوري مرتبط يمكن كان معانا الزهور وطنطا وطلع الجيش فزنا في الدورتين المجمعتين الدورة الأولى كانت فصالة الأمير عبدالله الفيصل في الجزيرة وفزنا في ثلاث مباريات سواء كبار أو مرتبط ونفس الكلام في الدورة المجمعة الثانية اللي كانت في طنطا فزنا كبار وصغيرين والحقيقة هنعرض لكم صور دلوقتي فيها ترتيب كمان الفرق أو المجموعات كلها على الشاشة من موقع الاتحاد المصري لكرة السلة طبعاً دوري المرتبط ابتدى على طول طبعاً دي المجموعات دوري طبعاً نادي الأهل زي ما شايفين بيتصدر مجموعته الاتحاد بيتصدر المجموعة بتاعته طبعاً زي ما احنا شايفين أنه الدوري ابتدى بسرعة لأن الأوف سيزون اعتبر أو الفترة الراحة اعتبروها أو كل اتحادات اعتبرتها فترة كورونا فالمسم اللي فاته خلص المسم الثاني لحم وراعة وطول فشايفين دوري المرتبط يعني يمكن خلاص بيقرب للأدوار النهائية وبكرة فريق كورة السلة رجال برضو بيقابل نادي جزيرة الورد في ثمن نهاية دوري المرتبط رجال كورة السلة طبعاً تصدرنا المجموعة هنروح نقابل جزيرة الورد هيبقى عندنا طبعاً الماتش الأول بكرة في صلاة الأمير عبدالله الفيصل الماتش التاني هنروح نلعب فيه طبعاً القرية الأولمبية في المنصورة يوم السبت بإذن الله طبعاً إن شاء الله ربنا يكرم الفريق ويتأهل وعايز أقول لكم فريق جزيرة الورد ده من الفرقة الساعدة من الدرجة التانية كان لسه صاعد دي أول موسم ليه والحقيقة عامل طفرة كبيرة جنادي جزيرة الورد في النشاط الرياضي إن شاء الله تبقى مباراة جيدة بإذن الله على صلاة الأمير عبدالله الفيصل بكرة بإذن الله